فيديو جديد في كانت سموكي باشا طيب فيديو نهاردة يا جماعة انا هتكلم معاكم عن ازاي جهات الاتصال عندك في التليفون اي تليفون اندرويد عموما الشرح نهاردة لأي تليفون اندرويد اي جهات الاتصال عندك تحولها في عموما VCF قبرا ان انت مثلا دلوقتي هتبدر التليفون بتاعك خايف التليفون بتاعك يتكسر وارقامك تروح ارقامك دي مثلا ارقام شغل او ارقام اصدقاء عادي فانت عايزي يكون موجودة بشكل امن انها متختفي او ما تضيعش حتى لو تليفون حصل له حاجة طيب ازاي الموضوات ده محمد بكل بساطة عموما انت راجتست على الاتصال عندك تليفونك سواء انت مبارك شاومي او سامسونج او اي حاجة من الحاجات دي ممي من ان هو يبقى اندرويد شرح نهاردة الاندرويد تحديدا ممكن بعدين هتكلم عن شرح الايو اس هنفيش مشكلة ندخل على تطبيق جهات الاتصال ماشي. بعدين هندوس اظهر لنا كده دلوقت جميع جهات الاتصال بتاعتنا. تباهم? اي جهاز طبعا بيزهر لك كده. انا عموما سامسونج اتنين وخمسين. سامسونج جالاكسي. بعدين ندوس ادارة جهات الاتصال. لو مش ضررك كلمة دي بتاعت ادارة جهات الاتصال. هتدوس على علامة الـ settings هنا وتدخل تشوف. تباهم? بعدين ادارة جهات الاتصال زي ما قلنا. هيظهر لنا دلوقت دمج جهات الاتصال. هنا بقى في حالة ان انت عندك جهات الاتصال متكررة كتير. هندوس دمجي انا طبعا وهيظهر لنا اللي متكررين. تمام? استراج جهات الاتصال لو انت عندك ملف سابق وبدلت تليفونك يعني انت عامل الموضو ده اللي انا علمونك دلوقت. وعايز تستورد الملفات دي. ملف بتاع جهة الاتصال وارقام اللي فيه. دوس استراجه بتحدد المكان في الموبايل بتاعك طبعا بتاع الملف وخلاص على كده. خلال تعريبا كم دي بتلاقي كل ارقام رجعت. لو بقيت على تليفونك الجديد طبعا. طيب لو انا دلوقت يا محمد عايز اقامل الجهات الاتصال بتاعتي زي ما قلنا. هعمل حاجة اسمها تصدير جهات الاتصال او المزامنة. احنا دلوقت المزامنة هنا بنضيف الحساب بتاعنا وبنعمل مزامنة. ماشي? لكن انا دلوقت مش عايز موضوع مزامنة دا فرضنا خسرت حساب جوجل. ايه الحل يا موما? الحل بسيط جدا على فكرة. تمام? تصدير جهات الاتصال. زي ما قلنا هندوس هزي الجهات الاتصال. انا عندي دلوقت خمس تلاف رقم. ماشي? فهناعمل ايه? ندوس آآ نختار مسلا يا تخزين الداخلي اللي هو تخزين التليفون او الكرت الميموري او الاسا ايام طبعا بتاع التليفونك. ولكن صعب بنعمالها الاسا ايام لان هي ما تتحملش خمس تلاف رقم عموما. لو انت اركمك قليلين 200 تلتمية هينفع طبعا الموضوع عادي. لكن اكتر من كده لا. فاحنا خلينا على مكان التخزين الداخلي مثلا. تمام? نعمل تصدير كده على طول. طبعا هو الوقت بيتصدره زي ما انت شايف كده. بيتم التصدير طبعا هو. 7% 9% وهكذا طبعا. انا هسرع الفيديو حاليا بس عشان ما يطولش وقت الفيديو والشرح. ونكمل مع بعض الفيديو. انا تم تصدير خمس تلاف سبعة وستين جهة اتصال. طيب. دلوقت اللي هون فيني يا محمد. بكل بساطة كده هنطلع دلوقت خلاص هو تصدره زي ما انت شايف ندوس تمام. ماشي. نطلع على مدير الملفات بتاع الجهاز بتاعنا. او اي مدير ملفات اموما. انا بستخدم مدير ملفات مختلف. تخزين الداخلي عادي. اف كده عادي. طبعا زهرنا الملف فين الدونلود. تمام? طيب. نرجع مع بعض كده عموما. وندخل على ملف الدونلود هنلاقيهم زي ما زي ما شوفناها. اهو. زي ما انتو شايفين كده. ده الملف. لو انت عايز بقى تستورده بقى على تنقله على تليفون تاني. ممكن تستخدم حاجة زي شيرت او تبعاته بالبليتوس او تبعاته واي فاي دايركت عادي. عندك ترق تانية برضو اللي هي ممكن ترفعه على درايف. عموما جوجل درايف يبقى موجود على طول كده نسخة موجودة لو حتى حصل حاجة للجهاز بتاعك. يبقى برضو موجود عندك نسخة على جوجل درايف او مواقع كتيرة شبه كده طبعا. بس كده يا سيدي. ده فيديو النهاردة وانا شرحت لك كل حاجة ممكن تفيدك في الموضوع ده. واتمنى لو انت استفدت من فيديو النهاردة تنزل تعمل. اشتراك للقناة. ولايك على الفيديو وبس كده. سلام. اشتركوا في القناة.